أهلا بكم مشاهدين وحلقة جديدة برنامجكم مع الناس برنامج مع الناس ولكل الناس من كمان كل حاجة تخص الناس أهم حاجة في برنامجنا هي المعلومة الموطقة ومصدر معلوم نطلع فصل سريعا نرجع لكم تاني وفقرة الأخبار ورجع لكم تاني وفقرة الأخبار معايا الخبر الأول وجه الدكتور علي المصلحي وزير التموين وتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بالزيادة طاقتها في معدلات الدخل اليومي من السكر إلى الشركات التجارية والتعبية والتي تقوم بتوريد السكر زنت واحد كيلو إلى المعارض والشوادر والسلاسل والمناثب البيعية بسعر 27 جنيه للكيلو الواحد وتم الاتفاق مع أربع شركات بنجر تابعة للوزارة تقوم بإمداد مباشر للسكر بإجمالي 8000 طن يوم تاني تفقى للمهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر والدكتورة هالة المراغي مدير الإدارة الطبية بمدينة بدر أعمال تجهيز وتأثيف المركز الطبي لخدمة المستفيدين من موظفي الدولة منتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة سعي من جهاز مدينة لتوفير مختلف الخدمات الطبية للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات الطبية كما أكد على مواصلة شن الحملات للقضاء على أي مقالفات بكده خلصت معاكم فقط الأخبار نتعفوص سريع نجعلكم تاني وفقرة المشروعات زي ما أنتم متعودين معنا في برنامجكم مع الناس معنا في فيديو بيتكلم عن إنجاز من إنجازات الموجودة على أرض مصر ونرجع لكم تاني على طول أن نبدأ مع بعض حلقتكم وبرنامجكم مع الناس وارجع لكم بعض الفصل ونبدأ مع بعض حلقتكم وبرنامجكم مع الناس موضوعنا النهاردة وموضوع الشائك وكلمنا فيه إحنا كبرنامج مع الناس كتير يمكن 12-15 مرة وهنافضل نتكلم عنه ومش إحنا بس الدنيا كلها بتتكلم عنه أو بلدنا بتتكلم عنه الحكومة بتتكلم عنه الرئيس بيتكلم عنه بقالنا 30 سنة بنتكلم عنه وهو عبارة عن بلوعة لامتصاص كل الإنجازات التي نعملها أين كانت تعملين ما هي المشكلة دي بطبيعة الحال هي مشكلة الزيادة السكانية والانفجار السكاني هذا موضوع نتنقش فيه مع بعض بشكل علمي مع ضيفي في الستوديو النهاردة الدكتور ريدا عبدالربي الباحثة متخصص في علوم السكان التنمية بالمركز الدولي دراسات البحثة السكانية جامعة ألاثر 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 تعريف بقى عن المشكلة السكانية وأسمعها ببساطة خالص من رجل متخصص زي حضرتك الدكتور ريدا سيادتك أنا أشكرك على المقدمة دي سيادتك قبل ما يحط تعريف علمي للمشكلة لابد أن ننظر للمشكلة دي من خلال إيه؟ وأي مشكلة لو بصلنا لأي مشكلة نبصلها من ثلاثة حاول المحور الأساسي وهو محور الدراسة ومحور الدراسة دي مهمة جدا في بداية أي مشكلة عشانا بيتناول من خلاله مفهوم المشكلة عشان تعرف أسبابها وأنواعها وتصنيفاتها على أساس أوصل للتشخيص التشخيص اللي هو العوامل والأسباب اللي أدت فيها مشكلة عشان أوصل للمحور التالت وهو العلاق مفهوم بتاعها أو تعرفها هو اختلال التوازن بين عدد السكان من ناحية والموارد الطبعية والرأسمالية والمعرفة الفنية من ناحية أخرى لأن السكان لو نظرنا لهم هم القوة الانتهاجية وهي وسيلة السيطرة على الموارد وفي نفس الوقت هم القوة الانتهاجية وهو وسيلة الضغط على الموارد يعني هو المنتج وهو المستهلك وهو المستهلك في الحالة دي ويبقى المشكلة السكانية بقى في الحالة دي عدد السكان بيزيد الموارد بقل بالتالي بيحصل فيه عملية مشكلة سكانية تؤثر على جوانب التطوير والتقدم بتاع المكتب أسبابها ببساطة أنا زي مولت الحياة كريمة لأنك ده ممكن يعني رجل متواضع الحال تقافيا وعلميا وعزف أسباب المشكلة السكانية يعني يعني زيادة موليد يحصل زيادة موليد مع تحسن الحالة التحسن الحالة الطبية في المجتمع العادات والتقاليد اللي بتؤيد فكرة الزواج المبكر المزال لغاية دلوقتي والعزو والعزو لا الزواج المبكر المزال عندنا مناطق كبيرة جدا جدا منتشر احنا كنا في السنة اللي فاتت أو 2020 المركز كان له باعة في الصعيد نسبة الزواج المبكر هناك منتشر جدا جدا وفي المناطق الريفية قصرة الإنجاب المرتبطة بالعادات والتقاليد اللي بتؤيد فكرة العزو والسند ودي منتشر في المناطق الريفية والمناطق الصحراوية على أساس أنه يحس بالعيلة ولو جدت الكلم معه تقوله طب هتأكله ازاي يجي لك الرد الغريب أكتر لكن العيل بيجي برزقه ودي برضو كما يعني ممكن نقول ده البعد ديني اختلال اعتقاد الخاطئ الاعتقاد الخاطئ بأن قصرة الإنجاب الدين بيحس عليه والأفكار الخطئة ودي دورنا برضو أن احنا دايما عندنا رجال دين وقيادات دينية دايما لنا شغل معاهم لنا تدريب معاهم لهم دور لهم دور لهم دور كبير جدا في توعيد الأفراد المجتمع بعملية بعملية ضرورة استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتاني من تنظيم الأسرة وهو علاج برضو علاج تأخر الحمل يعني الواجهين لازم يبقوا ماشيين مع بعض علاج تأخر الحمل لأن الست بعد فترة طويلة من تنظيم الأسرة ممكن تبقى عايزة تخلف ما تستطيعش الإنجاب الأظهر لو دالله على ذلك أنشأ وحدة الأخصاب التب المساعد في جامعات الأظهر لأعلاج اللي بيستطيعوش الإنجاب مجانا وفي كل وقت متحليه طيب في تجارب مصر بتعملها على طول نحن كدومة نعملها على طول عشان نحاول نسيطر على الانفجار السكاني بس قبل ما نتكلم عن تجاربنا هل فيه تجارب على السيطرة على الانفجار السكاني للدول الثانية موجودة كان عندها نفس المشكلة ونجحة تمام طبعاً ظهر التجارب كتير دولية زي إيران وزي أندونيسيا وزي أدونيسيا نعرف وإندونيسيا وفيه تجربة إيرانية أيوة وكان فيه والتجربة الأندونيسية والتجربة الصينية. والتجربة الصينية دي التجربة القديمة والرائدة في عملية تتكلم على أول شعب عدد. أي عدد. بس عملوا إيه بقى. شوف وصلوا للتقدم الملوكية والاقتصاد من أولى الاقتصاد في العالم. التجربة الاقتصادية دي. انت تعرف ان الصين أول تعداد لها عملته سنة 1953. عملت أول تعداد لها. 1953. بصت في التعداد دي. لقى اني ان الزيادة السكانية. وقفة مشكلة قدام تقدم الاقتصادي والاجتماعي. طبعا عملت ايه بقى الصين في الحالة دي؟ سعت الى استخدام حملات لاستخدام وسائل منع الحمل. في سنة 1956. في اتحاد عندهم اسم اتحاده الديمقراطي للنساء الصينيات. الاتحدي تبنى انه هو يوعي الصين كلها باستخدام وسائل لتنظيم النسل. حملة بقى مهمة جدا سنة 1971. الحملة دي كانت اسمها تحت شعار أجل طول قلل. أجل طول بمعنى. بمعنى. ان انت تأجل فترة الزواج لغاية سن اخر الاشرنات. وطول ان انت تفاقد باختصار يعني فكرة الصينيات. لان احنا انت تطول فترات الانجاب بين الطفل والطفل الاخر. الفرق. الفرق بقى فيه عدد كبير من السنوات. اللي هي قلل قلل ان انت تقلل عدد الاطفال واختصروا على طفلين في كل أسر. اي انا عارف أمامين. دي كانت سنة 71. بعد 20 سنة من الحملة التالتة ديت وجدت الصين ان ان عملتش حاجة. مفيش تقدم حصل. رغم نشوف ان عملت ايه شعار ومشيت عليه. لا عملت راحت قالك لا 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 لا. راحت عاملة حاملة ربعة وهي اسمها حاملة أسرة الطفل الواحد. أسرة الطفل الواحد. دي حاملة تحت شعار أسرة الطفل الواحد. يعني كل أسرة كل طفل له كل أسرة لها طفل واحد. خلاص. وراحت سنة 2001 عملت قانون صارم. قانون جد للسكان وتنظيم الأسرة. ويطبق. وعملت له حوافز إيجابية وسلبية لتقبيقه وتفعيله. أنا عايز أطلع على فاصل سريع وارجع لك تاني عشان نتكلم موضوع يعني ردود حضرتك كتر من رائعة. طبعا معلومات حلو جدا فعايز بس ما أعطعكش بعد كده في الهسارة اللي جاية فاصل سريع جدا ونرجع تاني مع الدكتور ردو. قال الدكتور ردو عن نموذج الصيني ونموذج رائع طبعا إيه اللي منعمله حالة دلوقتي وإيه الاقتراحات اللي ممكن أنتم كمركز بتقدموها أنها تتحل هل ممكن اتباع القانون اتباع قانون زي الصين كده اللي هو إنلزام إيه الاقتراحات مصر استفادت من جماعة التجارب يعني كل استفادت من جماعة التجارب اللي تعابلت في مواجهة المشكلة السكانية حتى استفادت من تجربة الصين بس بما يتطفق مع ثقافة مجتمع مصر وعاداته والتقاليد الدينية اللي هي بترفض الإجهاض وتحديد الناس أن ده وسيلة من وسائل موجودة عند الصين على فكرة أخذ بالكو يا جماعة بس وفي فرم من كلام الدكتور صح كلامه صحيح طبعا عشان نأكد على كلامنا وكلام الراجل معنا فيه فرق ما بين تنظيم الأسرة والإجهاض فرق شاسع طبعا دكتور ما قالش كده خالص ولا أنا قلت كده ولا الدول قالت كده يعني مش واحد مسلا نجي لقاء مراته حملت مسلا ويقول لك لأ أنا الزليت لا نحن مقولناش كده نحن نقول ما قبل كده اللي هو دور الراجل على فكرة معلومة يعني مش دور السيد خادت خادت اللي هي تطفق مع ثقافتها ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا الدينية فكرة الصين اللي هي الحملة التالتة وهي أجل طول قلل وكان فيها خبير من خبراء المركز القومي للسكان ظهر رأيه في كده وهو إن إحنا إن نحاول بقدر الإمكان نبقى القانون اللي هو إن الزواج يتم بعد 18 سنة 18 سنة عشان نقضي على الزواج المبكر طب ليه حتى يكون الشخص المتزوج يستطيع أن يتحمل أعباء أسرة بتقلل برضو حاجة الحتة دي بالزاد في الحتة دي بتقلل معدلات الطلاق لأن لو دخل الشخص أو تزوج شخص أو الزواج المبكر بيؤدي إلى معدلات الطلاق فورا على طول لأنه غير مسؤول غير قادرة على النفقات المالية ولم ينضج وفكر وعلم وفكر ما عندوش الجانب الصح اللي أنا كلام تعالى قبل الفاصل إنه ما عندوش رفاهية في الجانب العقلي والجسمي والاجتماعي لأن أسرته ويؤثر فيه صح لأنه دولة عبارة عن أسرة كبيرة تمام لو بدأناها من الأسرة رفاهية الأسرة هيبقى فيه رفاهية المجتمعة ببتال إحنا عندنا قوانين اللي هي بتعمل رضع لعملية العملية السكانية أو الزيادة السكانية المرتبطة بالزواج في سنة قبل 18 سنة حصل وتجريم أي مأزون يعمل وتجريم أي مأزون لأن مهمة جدا لأن ما فيش مأزون ما فيش دلوقت مأزون يكتب لشخص أو لبنت قبل 18 سنة بيتم حاجات غير رسمية وغير قانونية وبعد فترة من الفترات يتم تزوجهم لهذا الشخص اللي هي مقاش موجود على الواقع في بعض المجتمعات أو بعض المناطق ينسب لأبو البنت نجاح القوانين والحملات في السيطرة على القضية السكنية يعني رأيك كمركز كمركز نجاح نجاح لا أستطيع أن أحدد النسبة لأن دورنا كمركز نقوم بالتدريب للتوعية بالتدريب للتوعية ندرب من؟ ندرب قيادات الدينيين اللي هم وعز وعزات الأزهر بنضرب أئمة الأوقاف بنضربهم ليه بنعملهم دورات تدريبية ليه لأنهم لا أكثر احتكاكا مع الناس لا عشان أخلق أخلق برافو بس أخلق منهم كوادد تدريبية للتدريب آخرين ليه لأن أنا عندي دلوقتي أنا من أبوص القيادات الدينية عندنا في الأزهر بيتعدوا 4200 وعز وعزة في مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف يتعدى حوالي 40 ألف إمام فعليين أنا ما أقدرش كمركز أدرب لذول بعمل كوادد تدريبية تدرب الآخرين عدوى ثقافية أهي بعمل 2T 2T بعمل لهم تدريب مدربين بدربهم على إيه بدربهم على موضوعات السكانية موضوعات السكانية بما فيها صحة الإنجابية بما فيها تنظيم الأسرة وقصة المباعدة بدربهم على إيه تاني بدربهم على الجانب التسقيفي للسكان وتنظيم الأسرة نغلق في ممتعة شعبية يا شيخنا إيه رأيك مش عارف تماما هو ما زال عصومة بيمثل القيادة الدينية داخل المجتمع بيمثلوا النسبة الكبيرة في التوعية بيمثلوا ما زالت لهم مكانتهم داخل المجتمع لهم دورهم داخل المجتمع سواء على المنبر أو في الدرس من ذلك يا شيخنا أو حد يروح للكنيسة أي حتى لسا بقول لحضرتك حتى الراهب أو الكاهن في الكنيسة اللي هو دور في توعية الأفراد وله مكانتهم اللي هو بيستمع اللي هو بيستمع الأراء ونصيحه في حتة مهمة جدا برضو أن نقوم برضو بندوات تسكفية لطلاب الجامعة الطلاب محتاجين وعي محتاجين وعي لأن طالب برضو لو بصرنا لطالب الأظهر هو طالب وبعد كده في المستبل هيبقى داعية في المستبل هيبقاء الديني هيبقى في المستبل فرضي في المجتمع هيتزوج وتتزوج ويكون مؤثر ومتؤثر في المجتمع وبالتالي بندربه في الأساس في الندوات على موضوعات السكانية وعلى وسائل تنظيم الأسرة ووسائل الأظهر طبعا للأظهر ما بيحط إيده على شيء بيشرحها بيشرحها علماء كبار أساس التفق وشريعة بيشرحوا الموضوع دكتور ريدا والله موضوع كبير كبير جدا مش صغير فإن شاء الله لنلقاء آخر واستكمالا عن القضايا السكانية وكيفية برضه يعني دفع عجلة التنمية أكتر في إطار حل المشكلة السكانية شكرا جدا دكتور ريدا عبد الرحمن العربي باحثة متخصص علوم السكان التنمية بمركز الدولة دراساته ببحثة السكانية جامعة الأسر شكرا 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 كده خلست معاكم حياتكم النهاردة بلما منكم مع الناس في مناشط أهم القضايا دولة والحجومة والرئيس كله بيتكلم عنها منحاول نتكلم أقبل المرة ألف ومشانبطة نتكلم نقاط إن شاء الله ما هذا موضوع يتم السيطرة عليه للاحساس بزي كلب هاخدها من ضيفي اللي هو كلمة قرفها هي ممكن تتبقى قاعد مش متوتر ولا حاسس بحمل وعارف هذا كنت ماشي بطريقة منظمة خلست معاكم حلائقاتكم استنونا حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته